وجعله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد فيا أيها المؤمنون إن كلمة نسمعها مرارا وتكرارا وقليل ما نأقلها وهي كلمة ورد ذكرها مع مشتقاتها في القرآن الكريم مئتان سبع وخمسون مرة وكلمة لا تخلو خطبة خطيب منها ولا تغفلها موعظة وإذن أتذرون ما هي إنها كلمة التقوى وهي تدل على معاني تتعتش له النفوس المؤمن ويسأى لتحسينه كل قلب سليم لما له من حثر حميد لأن التقوى مفته كل خير في الدنيا والآخرة وأنوان السعادة والأبد أحوج ما يكون إلى لزوم التقوى في جميع أحواله ولا يسلح حاله ويتعسر أمره إلا بذلك والتارق للتقوى متعسر عليه أمره وفاقد للسعادة في الدنيا والفلاء في الآخرة ولذا كلمة وصية للأبولين والآخرين كما قال تعالى وَلَقَدَّ وَصَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ عَنِ اتَّقُوْهَا وَعَوَّلْ مَا صَهَبِهِ الْمُرْسَلُونَ فِي أَقْوَامِهِمْ كَمَا حَكَى اللَّهَ عَنْ رُسْلِهِ فقال إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوْهٌ عَلَا تَتَّقُونَ وقال تعالى إذْ قَالَهُمْ أَخُوهُمْ هُوْدٌ أَلَا تَتَّقُونَ إذْ قَالَهُمْ أَخُوهُمْ لُوتٌ أَلَا تَتَّقُونَ إذْ قَالَهُمْ شُّعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ وكان نبينا يُوصي بها أصحابه في خطبة ومواعيذ فيقول لهم أليك بتقوة الله ووسي به أصحابه أو صوابه أصحابه اتق الله حيث ما كنت وقد عمر الله سبحانه وتعالى بها نبي خاصة فقال سبحانه يا أيها النبي اتق الله ولا تتع الكافرين والمنافقين فما هي حقيقة التقوى وما ثمرها وكيف تحسل عليها اممسا تعالتانو ألمي ناي دوسقون يا مرياني على نسرني ألمي ناي على نسرنيك ادام دين كشي لاي فلوموني لما مو بي أمالفو كالاوالي نومانو ماشيني باتون مانجينا نالي علا تي جنون تي علا لككو كتالا ألمي على نسرنيك مامونو مكشي نوفي لحراء وكوكو كسرفاناي شريف لنا نويا كجونغينا كجي دي ني جي دي لما نبي جمال لما ألمي نشي ني كنداي كجي ني چيني كديني دفا كدكي ني چيني ألمي على نسرني باو نعماي أمالة دي لكشي أني ني ما ألاكو بلا جلنگي ألاك ركا صلى الله عليه وسلم أنا جنيون فكتاسي دوم دام فم بلا جل مجي جي جي سي دام سي دومي نانقو مكو جان سي نغان دوني لحراء ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نغفر نانسي قنقر فَإِنَّ خَيْرَ ذَا دِي تَقْوَعَ سَرَوْ لَفَّنَنْ يُمَا أَلَكُوْ كُوْتِ وَرِيَدَ أَوْتِنَا فُلُوهِدَ أَيِّ وَأَلَا يَسْرَنْيَا دِي كَدَاكَ وَلَيْبِي لَدُوَ الْجِنَكُنْ عَلَا كَدِيَنْكُنْ عَلَا لَبَلْمَوْ أَلَا يَسْرَنْيَ 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 شكرا للمسانية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر